استقبلت أكاديمية الشرطة وفدا من أعضاء برلمان طلع الشباب على مستوى الجمهورية لمشاهدة مرافق ومنشآت الأكاديمية ودورها في أعداد الكوادر الأمنية المدربة وفقا لأحدث النظم التدريبية لمواجهة المستجدات الأمنية وقد أشهد الوفد بما شاهده من تدريبات وإعداد لطلاب الشرطة وبالمنشآت التدريبية التي تسهم في أعداد رجال شرطة أو رجل شرطة عصري مؤهل علميا وتدريبيا بهدف ترصيخ الروح الولاء والانتماء لدى الشباب استقبلت أكاديمية الشرطة 146 شابا وفتاة من تسع محافظات يمثلون برنامج برلمان الطلائع والشباب الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة في إحدى قاعات المحاضرات بكلية الشرطة جلس طلاب وطالبات قليات الشرطة متجاورين مع نضرائهم من شباب المدارس والجامعات يشاهدون فيلما تسجيليا عن أنشطة ومنشآت أكاديمية الشرطة حيث كانت تلك هي البداية للزيارة بهاتك من الزيارة أن نحن بنرصف قيمة الولاء والانتماء أن الشباب يشوفوا خير أبناد الأرض تدريبات قاسية بس يطلع أبطال يتحمي بلدنا وللتعريف بدور الأكاديمية في إعداد ضباط الشرطة على أساس علمية وتدريبية متطورة قام الشباب بجولة داخلها للاطلاع على البرامج التدريبية المطبقة وأبدى الشباب إعجابهم الكبير ببرامج التدريب بخاصة المتعلقة بإعداد وتأهيل عناصر الشرطة النسائية بعد ما خدنا المحاضرات وجينا شوفنا التدريبات العملية فعلا عرفت قد إيه إحنا في نعمة وعايشين في أمان ويعني الحمد لله إحنا فعلا لنا شرطة عظيمة وجيش عظيم قادر يحينا ونعيش في أمان تضمنت الزيارة مشاهدة عرود لكتائب الخيالة وأكذا عرود الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة سعيدة جداً بوجودة هنا النهاردة لأن أنا دايماً كنت لما بشوش في أي زابط في مختلف المجالات باب أحب أعرف إيه اللي وراء صناعة البطل ده وكنت دايماً بسمع أن أكاديمية الشرطة بيبقى فيها أحداث كتير قوي هاي اللي بتسهم في صناعة ده فكنت باب أحب أشوش ده وقد أعرب الزائرون عن ثقتهم في قدرة رجال الشرطة على حمايتهم بعدما شاهدوه من تدريبات وإعداد وتجهيز لطلبة كلية الشرطة ما جيت حصل لي صدمة إيجابية يعني حقيقي لما دخلنا جوه وقعدت جنب الطلبة وجيت هنا في التدريبات ولو تسمح لي هم مش طلبة هم وحوش مصرية سواء كانوا رجال أو سيدات هم وحوش مصرية بمعنى الكلام يمكن حضرتك واقف وسامع الصوت يعني ما شاء الله ربنا يحميهم ويبارك فيهم يا رب وإن شاء الله يكونوا خير دفاع وحصل وسند لجمهورية مصر العربية الفخر والاعتزاز برجال الشرطة وجهودهم في حفظ الأمن والاستقرار هو شعور الشباب المصري من مختلف الأعمار أثناء زيارتهم لأكاديمية الشرطة بعدما شاهدوه من برامج تدريبية وتعليمية متطورة لإعداد رجال الشرطة وفقا لأحدث النظم التدريبية العالمية من مقر أكاديمية الشرطة عبدالله بركات التلفزيون المصري